اشتركوا في القناة اكتر من نص المجتمع الام هي السبب في كل اللي احنا وصلنا له عايز اقول كمان ان الام هي اللي بتكبر وبتربي وبتلبس وعلى مستوى الرياضيين كمان بتمرن تخش المطش طوع تدعيلك برا ان ربنا ينصرك ويوفقك ويبيض وشك الام اللي انت بتبقى نايم وهي على سجدت الصلاة بتدعيلك ان ربنا يكرمك عشان تكسب وينصرك الام الحقيقة كل ده بتعمله بدون مقابل عطاء وحنان وغير يعني بدون مقابل وغير منتهي يعني زي ما بتقوله نهر من الحنان خلينا اقول لحضراتكم كمان ان الام هي حجر الاساس في البيت كلنا وحنا داخلين البيوت وحنا صغيرين حتى لما كنا بنيجي من المدرسة او نرجع من التمرين او راحين التمرين هي فين ماما والحقيقة الكلمة دي كان دايما وإحنا صغيرين مرتبطين ولو في حد نجح سدقوني تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية من نجاحه بيكون الام الحقيقة النهاردة في البداية وقبل ما تتطرق طبعا لديوفنا ونمازجنا من الامهات النهاردة لان النهاردة يوم كبير جدا بنحتفل به بالامهات ونمازج من امهات الرياضيات بس في البداية بحب اقول للاستاذ عز حافظ رئيس التحرير برنامج كل سنة وحديك طيبة هي ام هذا البرنامج الحقيقة الاستاذ عز حافظ يمكن ما بتظهرش على الشاشات ولكن دورها كبير جدا 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 في هذا البرنامج يمكن لها فيه اكتر من اي حد تاني استاذ عز حافظ كانت هي رئيسة التحرير منذ بداية هذا البرنامج وكان بيقدمه طبعا الكابتل الكبير جهر نبيل وكان اسمه طايم اوت سنة 2008 او 2009 كانت هي رئيسة التحرير وعايز اقول كمان انه هي اللي ربط البرنامج على اديها واحنا تعلمنا منها بقول لك يا استاذ عز كل سنة وحديدك طيبة استاذ عز اللي ما اعرفهاش 65 سنة ربنا اديها الصحة ومدالت تعمل بجد واكتهاد ما شاء الله كأنها يعني في العشرينات وهي كده على فكرة يعني نتعامل معها طيب والشاه البشوش ما نديهاش اكتر من 20 سنة كل سنة حديدك طيبة استاذ عزة واتمنى لحديدك كل التوفيق ودائما ابدا في ظهر هذا البرنامج استاذ عزة ويديك الصحة وتبدري على هذا العطاء العمر كله